مجموعة ماجوريل الفاعل الأساسي في خدمة الزبناء والتي عبأت مستخدميها وبنياتها بشكل مجاني من أجل تكفل بالرقم الأخضر الويقظة الذي أطلقته وزارة الصحة اتخذت تدابير وقائية ضمن سياستها المتعلقة بمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجيد كوفيد 19 مؤكدة بذلك أنها تضع السلامة الصحية للعملين بها على رأس أولوياتها بمجموعة ماجوريل لدينا نهج واضح من المنزل إلى العمل ومن العمل إلى المنزل هدفنا أن يكون العامل في أمان يبدأ ذلك بأسطول النقل الذي يتم تحقيمه بالكامل ولا يتجاوز 50% من طاقته الاستيعابية العادية مع زيادة عدد الرحلات وتعميمه على جميع العاملين عند الوصول لمقر العمل هناك جهاز لقياس درجة حرارة العامل قبل الدخول وعند وصوله إلى مكان عمله لا يكون بجانب العامل أحد لا عن يمينه ولا عن شماله لا أمامه ولا خلفه كما أن شروط التباعد بمسافة متر أو أكثر يتم احترامها في الحقيقة كان واحد تجاوب كبير من طرف جميع الفعاليات دي الشركة أولا جميع المتعاونين كان أبدوا عن الانضباط كأول شيء تعلم سريع ولاحظنا أن جميع التوصيات اللي كتقوم بها سواء وزارة الصحة أو المنظمة العالمية للصحة أنه كان واحد تتبع حرفي لجميع ما تم النص عليه وضمن نهجها التطوع إلى جانب وزارة الصحة حرصت مجموعة ماجوريل على توفير كل الوسائل والمعدات مساهمة منها في محاصرة أي خطر يتعلق بالعدوى والإصابة بالفيروس التاجي وذلك من خلال تكفولها بمهمة في تقديم الاستشارة وتوفير المواكبة للمواطنين القلقين بشأن انتشار هذا الفيروس الرهيب فيما يخص الزوار تم منع تام للزيارة إلا في حالات لطريقة وفي الحالة الطريقة تم اتخاذ عدة الإجراءات أول إجراء بأنه مفروض على أي زائر بأنه يعقب نيدين دياله من بعد عنده واحد الاستمارة لعند الحراسة ديال الشركة اللي يفروض عليه بأنه تعمر دياله الاستمارة وعلى حسب الإدلاءات اللي يدل بهم في دياله الاستمارة تتم اتخاذ القرار إما بأنه مسموح لي باش يدخل المراكز للشركة أو لا لك انتخاذ قرار ديال المنع الإدارة ديال الموارد العامة تدخل في هذا الشأن اليوم لدينا الشرف للعمل والتعاون مع مجموعة ماجوريل التي اتخذت كل إجراءات السلامة تجاه شركائها وإذا لاحظتم عند المدخل هناك الكاميرا الحرارية المتاحة أمام الجميع والمواد المعاقمة والصابون موجود على مدار الساعة دون إغفال النقل طبعا وكل إجراءات النظافة يتم احترامها وتشغل مجموعة ماجوريل أكثر من 48 ألف شخص على مستوى 28 دولة بالعالم ولها تواجد قوي في أسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى وجود قوي في أسيا وأمريكا